الكثير من التطورات تحفل بها الساحة العالمية صحيح أن الوضع اليوناني كان قد استحوذ على الأضواء لكن أيضا الحدث الصيني المتتابع من هذه الانخفاضات المتواصلة يبدو أننا أيضا أمام حدث قوي والتدخلات الحكومية لا يبدو أنها تجدي كثيرا نتحدث عن كل هذه المواضيع مع السيد مازين سلهاب معنا في السوديو وهو المؤسس والمدير التنفيذي لشركة ماس للاستشارات مرحبا بك سيد مازين يعني باعتبار خلينا أقرب لأن اليونانيين أقرب لهذه الفنطقة وباعتبار أن الحدث متفاعل بشكل كبير ما الذي يمكن أن نقرأه من التصريحات الأوروبية هل الإصلاحات ستحمل نوع من الطردية أكثر للشعب اليوناني لن نكون متشددين لن تكون إجراء التقشف متشددة كثيرا بالفعل لا شك بأن الفوز الساحق لحزب سيريزا أولا والشعب اليوناني الذي رفض موضوع التقشف ثانيا أعتقد هذا فرض سيناريو جديد في التعامل الأوروبي مع اليونان وأعتقد الآن في عنا نحن ممكن أن نكون في أربع سيناريو قد تكون مطلحة في الوقت الحالي السيناريو الأول أن يكون في عنا نوع من التفاقير البسيطة المتواضعة ما يكون في عنا نحن كتير من التشدد الأوروبي النقطة الثانية قد يكون هناك نوع من الافلاس اليونان وبقاء في منطقة اليورو أعتقد ربما هذا خيار صعب جدا وقد لا يحلس الخيار الثالث هو توصل إلى اتفاق جديد بشكل بساطة اتفاق جديد بين الأوروبيين بين اليونانيين كيف شكل هذا الاتفاق؟ شكل هذا الاتفاق يكون على الاتفاق بأنه البنشلز موضوع التقاعدات لا يتم أبدا الاقتراب منه ويتم ربما إعادة هيكل لهذه القروب بمعنى بدل أن يتم دفع على ثلاث سنوات خمس سنوات أو خمس سنوات سبع سنوات بفوائد معدلة أو كمان هناك أيضا اقترح ربما يكون في عندك نوع من تخفيف في عملية مثلا الديون المتاحة يعني اليونان لديها مثلا فرضا الالتزام الدولي في قمة 142 مليار ربما يتم تخفيف منها بس هل تقبل ألمانيا بذلك؟ هذا سواج أنا نهب هذا الموضوع أن ألمانيا متشددة في هذا الآن الخيارات المطوحة أمام الأوروبيين وعلى رأسهم ألمانيا بسيطة جدا ناخد شغل مع الاعتبار هاني أكبر دائن لليونان هم ألمان وبالتالي الألمان هم صاحب المصلحة الأكبر في التوصل إلى الاتفاق بأقصى سرعة ممكنة أولا من أجل ضمان تحقيق نوع من دفع هذه المبالغ المستحقة ثانيا تحقيق نوع من الاستقرار ألمانيا هي المستفيد الأكبر من بقاء اليونان وهي أيضا المستفيد الأكبر من الاتحاد الأوروبي بشكل عام أو اليورو بشكل عام يعني لا أحد يتوقع بأن اليونان تضغط لخروج اليونان أبدا أنا أعتقد بأنه في الوقت الحالي هناك رغبة أوروبية عارمة وألمانيا بشكل خاص لإبقاء اليونان مهما كان تطلب ذلك وأعتقد تصيحات الفرنسيين تصد في هذا المجال الآن الخيار الرابع الذي يمكن أن يكون موضوع هو كريكزيت أو خروج اليونان وأعتقد بأنه صعب الحصول لأنه ليست هناك منية سياسية أو اقتصادية بخروج اليونان بخروجها في الوقت الحالي قد يتوقع ندفع اليونان للخروج هذا ربما يكون سيناريو سيء جدا في حال إصرار الأوروبيين من سيدفع اليونان للخروج؟ الأوروبيين يعني نشوف الآن الكرة في ملعب الأوروبيين بشكل أو بأخير وبقاء اليونان أو خروجها أعتقد هي مسألة أو هي مسؤولية الشركاء الأوروبيين والإي سي بي على رأس هؤلاء الشركاء الإي سي بي هو أحد الجهات التي مولت اليونان بشكل أو بأخير والآن في برامج التجسير التي يقوم بها وفي برامج الدعم الطارئ الذي يقوم به اليونان هو صاحب الكلمة أعتقد الأهم الآن في المرحلة الحالية لبقاء اليونان في منطقة اليونان قالوا أنه أبقوا على نفس التنميات بالنسبة للمساعدات الطارئة ولكنهم لا يستطيعون إعطاءها بدون الشروط بدون أن يتم هناك اتفاقات كيف يمكن أن نقرضهم ونعطيهم بدون الدفاق؟ الآن الخط النقدي الطارئ الذي قام بها اليونان ما زال مشتمر هو لم يدفع مبالغ أخرى زيادة إلى اليونان لكن هو أبقى على كميات النقدي خطة للمساعدة الطارئة نجل أن تبقى لبنوقع النظام النقدي يسير بشكل طبيعي ولكن أعتقد سوف يكون هذا جزء من الاتفاق والمفاوضات الشاقة والقمة التي سوف تكون في هذا اليوم الـ ECB الآن هو طرف مهم في هذا الموضوع قد ربما يكون فيه طرحات أخرى نوع من آخرين نحكي بأنه التمديد في دفعاته في هذه الاتفاوضات ما زال نقشها أكثر بالتفاصيل بعد أن افتتاح الأسواق الأوروبي شتوقعتك بكلمة واحدة أحمر اليوم ربما يكون في بازل من التراجع أعتقد ممكن يكون في بازل من التراجع اليوم خصوصا في مؤشر الداكس الألماني لم تنتهي بعد ما كانت قوية بارحتي هو ربما وجد توقعات إيجابية بقربة وصل الأتفاق هو الذي خفف من هذا الموضوع نذهب إلى فاصل وأفتتاح الأسواق مع هاني مرحبا من جديد مشاهدي أنت لاحظت أنها اللون الأزرق أنا وياكي نفس الشيء على علم اليونان متضاونين مع علاء اليونانكية جاءت بدون تقصيد وهي اللوعي بعتبار أن الأساطير اليونانية الأساطير اليونانية لها دور في هذه المرحلة بطبيعة الحال لنرى إن كان ستنفع السحر اليوناني فيما تعلق بالمسرح لنذهب نعود إليك سيد مازين إذا فعلا ما تم الاتفاق وحتى بكل الأحوال إذا ما كان عادة جدولة للديون لأنه في تأخير بدفع هذه الديون وحتى إذا كان أيضا من السيناريو الأبعاد ربما تقديرا في عملية ربما شطب جزء من هذه الديون لا نعلم إن كانوا ستنوصلون لكن هذا الأمر سيصب في غير مصلحة القطاع المصرفي الأوروبي وحتى الألماني هذا هل سيعطينا أن الدلالات أن هناك متاعب ستلحق بهذا القطاع في الربع الثالث؟ أعتقد هذا هو التحدي الأكبر لأن المشاكل التي تصل في اليونان رغم كل التصشيحات من قبل الشركاء الأوروبيين ورغم كل التصشيحات كثير من المسؤولين الأوروبي أنه لن تكون هناك عدوى أعتقد لا أحد في العالم وفي المنطقة الأوروبية يستطيع ضمان أن يكون هذا الموضوع لا يحدث في بقية الدول أو لا يحدث في القطاعات البنكية نحن شفنا بأنه خسائر كانت قاسي للقطاع البنكي في اليونان قبل الاستفتاء وهذا أيضا نفس القصة حدثت في ألمانيا شوفي أعتقد هذه المخاوف من القطاع البنكي ليجب أن نحددها في مجموعة نقاط النقطة الأولى بأنه ليست كل الدول سوف تقوم بنفس السوية يعني البنوك البريطانية على سبيل المسؤول ليست لديها انكشاف بأكثر من 1% فمثلا على الأزمة اللونانية بالوقت الذي عندك أنت البنوك الألمانية هي صاحبة الكمية النقلية الأكبر التي لديها انكشاف على اللونان سوف تكون أكثر تأثيرا هذا ينطبق على أسبانيا وعلى إيطاليا التي لديها انكشاف ولكن بالنسبة أقل أيضا لدينا إي سي بي البنك المركز الأوروبي وأيضا لدينا صندوق النقل الدولي فإذا قد قدرة التأثير سوف تكون مرتبطة بهذه الدول ولكن بشكل أو بآخر عدم القدرة في التواصل الاتفاق وعدم قدرة اللونانية والأفاق بالتزاماتها بالتأكد سوف يكون لديها تبعات سلبية تعمق من خسائر هذه البنوك وتعمق من خسائر مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال المرحلة القادمة لأنه بالأساس لا يستطيع أحد منها أن يضمن عدم امتداد وتوسع هذا الموضوع يعني أولا نتكلمنا عن تأثير دومينو ممنع في سموك يكون في سقوط لبقية الدول أو تراجع في خودة السداد عند بقية الدول لا سيما أنه في عندك دول أصلا يعني تعاني فعلا من مشاكل اقتصادية حقيقية لأنه لأننا نتكلم عن إسبانيا أو إيطاليا ربما التي شهدت تحسن في الفترة الأخيرة ولكن هناك كثير من التعقدات الاقتصادية في المنطقة الأوروبية في الوقت الحالي كما يبدو الإفتاحية الأوروبية في معظمها في المنطقة الأحمراء ولكن التراجعات ليست بهذه القوة هل الأسواق كيف يقولون انتصت الأزمة أو اللاء اليونانية أم بكير هو شوف يعني أعتقد في عندك أنت نوع من الإحساس في الأسواق بأنه هناك قدرة للتوصل إلى الاتفاق بين مختلف الشركاء يعني جميع الشركاء الأوربين وعلى رأسهم أنجلال ميركل تشير بشكل واضع لأنه لجب أن نتوصل إلى الاتفاق قابق أو سيناء وادنا بغض النظر شو يطلب هذا الاتفاق وأعتقد ربما هنا تكمن في عدم تراجع اليورو إلى مستويات غير نحن شفت بأنه فتح الماركت مبارع على قاب كبير حوالي 130 نقطة لكن نرجع اليورو تفع أيضا ما نشوف نحن معشرات الأشهر الأوروبية ما صافي عندك نوع من الكراش أو تراجعات قوية أيضا ربما ما ردوا إلى أنه هناك نوع من الإيجابية ربما في التوقعات ولكن هذا موضوع لا يعني انتهاء المخاطر بشكل أو بآخر وأعتقد بأنه إذا فشلت القمة الأوروبية الطارئة اليوم هذا سوف يكون له تبعات سيئة جدا نعم وخصوصا أنه ألمانيا مطالبة بأن تريد برنامج إصلاحات محجد وصريح جدا يعني باعتبار كان هناك غموض وكان كثير في رفض برنامج إصلاحات السابق نوعا وذلك بعض التصريحات صدرت على خلفية هذا الموضوع وزير الخزان الأمريكي يأمل بأن تستانف اليونان المحادثات مع دائنها لحل الأزمة كذلك يحث وزير اقتصاد الياباني اليونان على التوصل لاتفاق وزير المالية البريطاني قال البارحة بأن أزمة اليونان قد تتفاق مسريعا خلنا نقضي لدود الفاعل الدولية بالتحديد ما الذي يمكن أن تستغله روسيا من جهة وأمريكا إذا انصح التعبير لهذه الأزمة شوف من الواضح أنه في عندك بكل صراحة سياسيا وقتصاديا هناك أطراف في روسيا وفي الولايات التي تتمنى خروج اليونان من منطقة اليوروب حتى من أمريكا؟ تماما وأنا كنت أراقب التصريحات الاقتصادية لكبار صناعة السياسة النقدية والمالية والاقتصادية في أهلتين الدولة هناك فعلا رغبة تكون خفية وغير ظاهرة للإعلام بخروج اليونان من منطقة اليوروب حتى يكون لدينا هناك ربما مزيد من الفرص نشوف نحن أنه روسيا صراحة بشكل واضح لماذا هناك من خط فعلي أو من نقاش فعلي معلومة ولكن أعتقد أنه زيارة سيبرس إلى روسيا قبل أسبوعين إلى سانبوترسبول كانت في هذا الموضوع وكانت لها تبيعات اقتصادية على مرحلة عليها أيضا الولايات الأمريكية ربما الولايات الأمريكية صح ترغب في عملية استقرار ولكن إذا صار في عندك خروج وفشل الأوروبيين قد تكون هناك فرصة للأمريكيين للتدخل وفرض ربما مزيد من السيطرة ومزيد من القدرة على فرض القرارة الاقتصادية في منطقة الأوروبية الذي لا ترغب به ألمانيا بالوقت الحالي وأعتقد ربما هذا الموضوع قد يضغط على الشركات الأوروبيين لأنه أعتقد السيناريو ذهاب اليونان إلى روسيا غير مطروح أبدا وشكله بآخر عند الاندى غير مقبول هو مطروح بين اليونانين والروس غير مقبول عند الأوروبيين وعلى رسم ألمانيا وأيضا الولايات الأمريكية شوفوا يفعلوا ما يتطلب الأمر حتى لا تذهب اليونان بعيدا وهذه ما يبرر اللهجة الفرنسية لأن ألمانيا لا تريد أن تتخلى عن تشدد لنذهب عن الأسواق الأسيوية الأسواق الأسيوية الصين يبدو أنها ستتحمل الجزء الأكبر وحتى أن العالم عليه أن يشهد أن يبقى مراقبا للحدث الصيني ما الذي برأيك يخبئ هذه التراجعات المتواصلة بل فعل هذه التراجعات القوية تخيف في الوقت الحالي أعتقد يمكن أنها بجزء منها هي نوع من البانيكسالينج أو نوع من الذعر في عملية البيع خلال فترة السابقة خلال الأسبوعين السابقين هي التي دفعت بمؤشرات الأسواق الصينية إلى هذه التراجعات القوية على رغم من هذه التراجعات ما تزال مؤشرات الأسواق الصينية على مدى عام كامل تحقق مكاسب ولكن هذه التراجعات القوية قد لا تنتهي في المرحلة الحالية شوفي أعتقد بأنه نحن كان في عنا خوف ربما خلال فترة السابقة بأن هذه الارتفاعات القوية سوف تؤدي إلى حدوث بابل فقاعة في الأسواح وأعتقد هذا بجزء منه ثانيا موضوع التمويل والتداول بالقروض الاستهلاكية التي منحت للمتداولين والمستثمرين الصغار بمستويات هامش مرتفعة الآن حان وقت دفع هذه القروض وهذا الذي لعب دورا هاما في تراجع مؤشرات الأسهم ربما تكون الوضع العالمي في لونان أثر سلبا أيضا ما ننسى بأنه في عندك أنت مليارات الدولارات التي خرجت من المؤشرات الصينية خلال الأسبوع الأخيرين في استثمارات تعود لأوروبا تعود من أمريكا خرجت لتستهدف أسواقها أخرى ولكن أعتقد بأن لونغ تيرب على المضى الطويل هناك فرصة لعودة هذه المؤشرات والمستويات التي كانت قبلها حوالي قبل شهرين طيب كانت تصريح هناك لرئيس الوزراء الصيني قال فيه أن بكين لديها القدرة على تصدي المخاطر التي تواجه الاقتصاد ما هي فعل الإمكانيات المتاحة لدى الحكومة الصينية لمواجهة أي ضعف محتمل في الاقتصاد لا شك بأن الحكومة الصينية يحدث من أكثر الحكومات على المستوى العالم التي تسيطر على الاقتصاد بشكل عام والتي لدى الأقتصاد الصيني ليس مبنيا على الطريقة الأمريكية أو الغربية وبتالي الحكومة الصينية لدها قدرة قوية جدا على فرض خط اقتصاده معين مثلا يمكن أن تفعل أعتقد ربما الإجراءات المتوقعة من قبل بنك الشعب الصيني بضخ مليارات الدولارات ربما خلال المرحلة القادمة قد تنفع ربما في تخفيف مستويات هذه الخسائر ولكن بحاجة ماسة إلى إعادة هيكلة الكثير من الشركات إلى تحقيق معمنا الشفافية إلى إعادة ربما حتى النظر بالقوانين الحالة على شركات حكومية الشركات حكومية وحتى الشركات الخاصة ونحن في عنا مستويات عالية جدا من الديون في الصين الديون الداخلية والخارجية حتى هنا المتابعة للسياسة التحفيزية بالنسبة للحكومة الصينية هذه السياسة سوف تؤثر على تراجع اليوان سيتراجع لكن بطبيعة الحال ماذا عن الديون المقاومة بالدولار التي أخذتها الشركات هذا أيضا يعطينا إشكالية جديدة تؤثر على ديون الدولار أحد أهداف السياسة النقدية لبنك الشعب الصيني هو إبقاء اليوان عن مستويات ضعيفة لليكون عنده قدرة على منافسة تماما الصادرات والوقوف في وجود الدولار أمريكي ولكن هذه المستويات المرتفعة من الديون الداخلية بين الشركات والبنك المركزي أعتقد هي التي تثير الذعر في إفلاح الحالية على الحكومة الصينية الانتباهي لهذا الموضوع إذا لم تكن الحكومة الصينية قدرة على ضبط مستويات الدين وفعلا البدء بعملية دراسة حقيقية لتخفيف من هذه الدين سوف تكون لديها تبعات سلمية يعني قد لا تنتهي فقط بعملية الخسائفة في مؤشرات الأسهم قد تنعكس على الاقتصاد أدنى خلال مرحلة القادمة نعم أستاذ ماذا يعني لفتنا بالأزمة اليونانية مؤخرا على أقل البارحة الدهب تراجعة أسعار الدهب لم ترتفع في المقابلة شفنا تراجعات مستمرة للنفط حتى الآن مستقرة يمكن عند 60 دولار بالتحية الدهب كيف ترى باعتباره الملاذ الآمن كيف ترى تعملاته مع الأزمة أعتقد بشكل عام بأنه باللونج تيرم الاستثمار على المضى الطويل قد يكون مجدي بشكل أباهر وقد نشهد مزيد من الارتفاع لكن هذا مضى طويل يعني بده شهور ممكن سنة أو سنتين ولكن أعتقد في اللحظة الحالية لا تجدون لدينا هناك رغبة وشهية بالشراء الدهب في مرحلة الحالية بشكل أو بآخر نحن عم نشوف أنه في عنا شراء بالسندات على سبيل المثال في عنا كنتين تقال إلى أدوات استثمارية قد تكون أكثر أمانة في اللحظة الحالية وهذا ما يفسر تراجع العوائد على السندات الألمانية والسندات ربما أمريكية خلال اليوم الأخيرين هاي نقطة أولا أيضا ربما عدم تراجع اليورو بشكل أو بآخر إلى مجتوات ضعيفة تشير بشكل واضح إلى أنه لم يصل يعني مجتوات المخاوف في الأسواق إلى مجتوات مرتفعة بجزء منه هو قوة الدولار الأمريكي الذي ما زال محتفظا بجزء مهم جدا من منقوطه باللحظة الحالية هي التي دفعت الدولار هي التي دفعت الدهب للبقاء عند هذه المجتويات التوقعات برفع أسعاد فائدة خلال المرحلة القادمة حتى لو دأخرت يعني قابل قوسين أو أدنى هي التي تبقي الدولار ربما منتماسكا عند هذه المجتوات ما ننسى أنه كمان ما يحصل الأسواق العالمية يبقي من الدولار ملاتا آمنة بشكل أو بآخر مقابل العملات الرئيسية الأخرى إذا ما أقول نحن شفنا كمان كيف ارتفع الديان وأيضا أن ارتفع الدولار بشكل أو بآخر أعتقد كل هذه العاملة تستمع في إبقاء الذهب عند هذه المجتويات ولكن كما قلت ربما شراءه على المدى الطويل قد يكون مجده ولكن لا أحد يتوقع ارتفاع الذهب في هذه اللحظات الحالية بشكل قوي جدا لا أعتقد بأن حشول تغييرات دراماتيكية في سعر الدهب في لغة الحالية أشكرك سيد مازين سلهب وأنت المؤسس والمدير في شركة ماس المدير تنفيذي لشركة ماس للاستشارات أشكرك على كل هذه المعلومات إذن الأسواق الإماراتية تواصل بعض المكاسب ولكن ملفت هذه الضغوط على قطاع الطاقة بتأثير في أبوظبي بتأثير من سهم دانغاز الذي يعود تسجيل تراجعات حاليا بحدود 3.5% ترجمة نانسي قنقر